أم هدى من ألمانيا تقول أنا طالبة علمي مر يومي أحيانا أجد نفسي لم أذكر الله كثيرا و لم أصلي على الرسول سلم كثيرا بسبب حضور حلقات العلم أيضا و أعلم أولاد العربية و قصار الصور و مسؤولية البيت أحس بالتقصير أنا مقصرة هل طلب العلم في أجر؟ أم هدى بارك الله فيك طلب العلم أفضل من ذكر الله و أفضل من الاستغفار و أفضل من التسويح و أفضل من كثير من الأعمال طلب العلم نعم من نعم الله ما عرف فضل طلب العلم إلا من استضل بظلال العلم و من دخل هذا الجو الإيماني العظيم و لذلك كنت الفاضلة و بعدين في مسألة من قال لك بأن ذكر الله و الاستغفار و الصلاة على النبي عليه الصلاة و السلام لابد لها من هيئة معينة و حالة معينة من قال هذا الكلام أنت طالبة علم تعرفين هذا الشيء و أنت الدرسين أولادك ما بين سبحان الله نعم هذه و كلمة سبحان الله مثلا صلى الله على محمد اللهم صلي على محمد أستغفر الله و أتوه و أنت في المطبخ و تقومين الواجبات أنت تطبخين أستغفر الله أستغفر الله سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فقضية أنه و الله أنا أعتقد مثلا لازم أني أجلس حتى أذكر الله غير صحيح الله عز وجل يسر الذكر و لذلك المسلم يذكر الله قائما و قاعدا و مضطجعا يذكر الله على كل حال حتى و على جنابه و المرأة على فترة الحيض تذكر الله سبحانه و تعالى و تستغفر و تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أخت الفاضلة يظهر أنك حجرت واسعا لا أذكر الله عز وجل يعني بالنسبة لمسألة تقولين الآن أنت و أثناء و نفس طلب العلم هذا أجر عظيم و ثواب كبير نفس يعني وجودك في حلقة طلب العلم فذكر الله يا أخت الفاضلة و الصلاة على نفس وسلم ما لها وقت و لا زمان تذكرين الله عز وجل على كل حال